بهذه الإشارة ودع رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك ما تبقى من حياده السياسي فبحسب أكسيوس الأمريكية بات من الواضح أن ماسك يريد رؤية هذا المشهد يتكرر ويخشى تكرار المشهد الآخر منذ إعلانه التصويت للجمهوريين في الانتخابات النصفية قبل عامين توقف ماسك عن محاولات إخفاء مواقفه السياسية واستغل منصته أكس لتخيير الأمريكيين بين خيارين لا ثالث لهم في نوفمبر القادم إما الخروج في موجات حمراء أو أربع سنوات أخرى قد تشهد فناء الولايات المتحدة الهجرة غير النظامية نقطة الالتقاء الأبرز بين ماسك والجمهوريين وممثلهم الانتخابي دونالد ترامب تساهل إدارة بايدن مع ملف الهجرة غير النظامية أغضب ماسك لدرجة وصف الرئيس الأمريكي بالخائن انتقاد ماسك لتساهل إدارة بايدن مع الملف دفعه للمطالبة بأن يكون الأخير هو المرشح الرئاسي الذي يتنقل بين المحاكم وليس ترامب